السلام عليكم ثلاث معلومات سريعات ومهمين جدا خليكم معي اغلب الاشخاص والمتابعين والمقبلين على شراء العطور واغلب الاسئلة على محركات البحث في جوجل بالنسبة للعطور من وين نشتري عطور اصلي وكيف نميز العطور اصلي راح اجاوبكم اياها بكلمة واحدة العطور الاصلي بتجيبه من مكان ومتجر موثوق او وكالة عالمية ببلدك بالنسبة لهذا الموضوع حابب تعرف الوكالات العالمية سواء بالاردن وبعض الدول العربية والمواقع الموثوقة باوروبا تابعني على الانستجرام وابعتلي السؤال اما اجي اخذ لك عطور اورجينال وعطور مقلد وعمل لك فرق بيناتهم من ناحية شكل العلبة والزجاجة والغطى والباتش كود الى اخره هذا حكي فاضي ومضيع للوقت الاهم بكون الماء العطري بالعطور لانه الزجاجة سهل جدا تتقلد وبشكل احترافي فالافضل انك تشتري من مكان موثوق السؤال الثاني بالنسبة للتستر والاورجينال نفس الاشي وفعلا بنباعه بالمواقع بالنسبة للتستر والاورجينال بمشوا على نفس خط الانتاج يعني الاثنين نفس الرائحة والاداء وبيجي باكات التستر مثل هيك بيجي التستر مع كل 12 حبة او كرتونة بيجي عينة هاي للتجربة تنحط بالمحل فقط بالنسبة للتستر اللي بنباع بالمواقع خصوصا الوطن العربي مقلدة في تستر اورجينال موجود بس مواقع باوروبا ونادرة جدا وبدي يكون عندك حرفية بشراءها السؤال الثالث كيف بدي اختارها واشتر عطور مناسب الي هيك بدي اختارها في العطور اللي انت بتحبها وبتمين اليها اذا كانت فواكه او ورد او بخور او سويت او عشبية او عود بتفوت على جوجل بتكتب عطور العود او عطور الاخشاب وبتختار اربع منها وبتجربها منطقة الشراء ولا يطلع واحد فيه مناسب اليك واي استفسار او سؤال انا جاهز هيح سابع الانستجرام مع السلامة اشتركوا في القناة